الخنجر الروسي يخترق الباتريوت الأمريكية في عمق كييف، العنوان الأبرز لآخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن ساروخ كينجال أو الخنجر فرط الصوتي أصاب ودمر المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ في العاصمة الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة. عملية غير مسبوقة منذ بدء الحرب، وصفتها موسكو بالضربة المركزة عالية الدقة، وكييف بالاستثنائية والمعقدة قضت إثرها ليلة طويلة في حالة التأهب على وقع الغارات الجوية وصافرات الإنذار. تم تحقيق الغرض من الضربات بقصف منظومة باتريوت أمريكية الصنع مضادة للطائرات في اتجاه دونياتسك. وصلت بفارز ناشن عمليات هجومية في الأحياء الغربية لمدينة أرتيميفيسك، وقد صدت مجموعات من القوات الجنوبية للعدو. في المقابل، أعلنت الدفاعات الأوكرانية تصديها لعدد من هذه الصواريخ، إلا أن الدفاع الروسي أكدت في تصريحات سابقة أن كينجال لا يقهر، وأنه متفوق التقنية على كافة المنظومات الغربية والأمريكية الممنوحة لكييف. وفيما لا تزال المواجهات مشتعلة على جبهة بخموت، أعلنت روسيا تدمير صاروخ ظل العاصف البريطاني لأول مرة في إقليم دونباس إلى جانب تدمير 22 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية الصنع، وتصفية 570 مسلحاً على كافة المحاور بكييف ودونياتسك. كما أعلنت اعتراض طائرتين إحدهما فرنسية والأخرى ألمانية فوق بحر البلطيق، ومنعتهما من اختراق المجال الجوي الروسي. وفي مقابل التصعيد الميداني، تتسارع التحركات الدولية للوساطة بين الطرفين، وفي إطار هذا المسعى تشرع بعثة إفريقية في جولة صلح بين موسكو وكييف بمبادرة من جنوب إفريقيا ورعاية من الاتحاد القري. من جانبها تشرع الصين في جولة مماثلة تشمل أوكرانيا وروسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية متعددة الأطراف للأزمة بين كييف وموسكو.